اشتركوا في القناة مش الأصدقاء بقى الحبيب العنيد الحبيب اللي شايف نفسه المغرور اللي مهما نتعامل معاه في حاجة غلط وما احناش عارفين ان احنا نكسبه وساعات بنحس ان احنا بنهين كرامتنا وعايزين ان احنا نرجع صورتنا وهبتنا ونحافظ عليها وما احناش عارفين نعمل علم النفس كالعادة هو اللي معاه المفتاح والحل للمواضيع المعقدة بين المرتبطين وهو ده اللي احنا جمعناه وخلينا الخلاصة في حلقة النهاردة وهنبتدي فيها وخلوني كده ادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك وقال لكم اشيروا على قد ما تقدروا ده طلبي الوحيد عشان الافادة توصل للي محتاجها وندوس لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة اللايك يساعدها في الانتشار وهنتكلم الخطوات وبالترتيب يعني ما منفعش ان في خطوة تسبق خطوة كل ما تمشي بالترتيب في الخطوات في التعامل مع الشخص ده كل ما كانت النتائج انجح وزي ما احنا عايزينها وبنهدف اليها في النهاية بنزيد على الانستجرام وزي ما وعدتكم كل ما نزيد كل ما هيكون فيه نوع من انواع كده التشجيع ان احنا نعمل حلقات وهنبتدي بقى وعزرا اللي هيجي متأخر يبقى يرجع الحلقة من اولها تعمل ايه اول حاجة وتعملوني على الصوت كده انا برحب بكم كلكم سريعا لازم تتقبل الصفة دي فيه بدأ لبه بمعنى ان انت لازم تكون انسان زكي او تكون انسانة زكية وتعرف ان اي شخص مش خالي من العيوب كل حد فيه عيوب وإلا ما كنتش انت حبيت الشخص ده وتعلقت به وبتسعى دلوقتي ان انت تعمل حالة من حالة الاستقرار في العلاقة بينكم يا اب اول حاجة انا اتقبل الشخص ده الشخص ده فيه صفات حلوة كتير ولكن فيه الصفة دي وانا هحاول ان انا اتعامل مع تتقبل عشان تقدر تنفذ اللي بعد كده تقدر تنفذ الخطوات اللي بعد كده تاني حاجة وبيقع فيها تسعة وتسعين في المية تقريبا مننا لما يلاقي الشخص اللي قدامه عنيد او مغرور اوي يقولك هعمل زيه لا تقابل العند بالعصبية او العند بالعند يبقى الخطوة التانية بلاش ان انت هو مغرور وعنيد تروح انت كمان تقولت ايه بانا هعمل زيه كده هتخسره هتوصله انتو الاثنين لحطة مزدودة يبقى دي حاجة كمان او دي يعتبر تاني خطوة لازم تخلي بالك او تخلي بالك منها تالت خطوة الشخص المغرور صفاته واضحة ومعروفة لازم لما يتكلم تسمع ليه كويس يعني هو لما يبدأ يتكلم يقول وجهة نظره حتى لو بيتكلم غلط حتى لو متنرفز اسمعه للاخر لانه هو بيحب كده هو طباعه كده واحنا ماشيين واحدة واحدة معاه عشان نوصل للحل في النهاية اسمعه كلامه غلط صحي كلامه مزعج ميديئك مش ميديئك تعالى على نفسك كده وتحالم واسمع الشخص ده للنهاية لانه ما بيحبش اللي يقطعه ولا اللي يعرضه كتير وخلينا ماشيين في الخطوات تالت حاجة الشخص المغرور او العنيد بيحب التأدير اكتر من اللزوم يعني زيادة عن اللزوم فحاول كده على قد ما تقدر ان انت تقدم ليه الشكر والهدايا حاول على قد ما تقدر ان انت في امكانياتك او في حدود امكانياتك تقدم للشخص ده الشكر والهدايا هتفرق معك كتير قوي ونقطة ضعف المغرورين ونقطة ضعف الشخص العنيد وممكن كمان ده يأثر عليه بالإجابة ويخليه تخلى تدريجيا عن عنده معاك ان انت تقدره وان انت تجيب له هدايا لانه كده بيحس ان انت عارف امته الخطوة الرابعة وورده معظمنا بيوع فيها بلاش تجدله او تناقشه قدام الناس تمام انا عايزك انا عايزك او عايزك تعمل معايا الخطوات دي بالترتيب ونشوف النتيجة حاول حاول ان انت ما يبقاش فيه حد موجود حتى لو حد زي ما احنا بنقول اسرب بعضين حد أختي أخوه أبوه أمه أبويا فحنا يعني حد بنعتبره من العيلة أو مننا لأ لازم يكون احنا الاتنين ما فيش لنا تالد هو كده خلي بالكم انت بتعمل نوع من أنواع اللي هو الايه التخدير للعصبية دي أو البنج للغرور ده أو البنج اللي عند ده وبتمشي معاك ده بخطوة بخطوة وده هو الزكاء في فن العلاقات والعلاقات فن واللي يقول لا غير كده يبقى ما بيعرفش أي حاجة أقسم بالله اللي بيتعامل جهجهوني كده والسبهللة والخبطة بخبطتها ده بيفشل عاجلا أم آجلا فانت معاك شخص زي ده عايز تكمل معايا بقى أعمل اللي عليك يبقى حاول إن انت ما يكونش النقاش أو العتاب أو المناقشة أو قدام حد الخطوة اللي بعد كده ومهمة لابتسامة سلاح قاتل جدا في تعاملك مع الشخص ده على قد ما تقدر حاول إن انت تفرد الشفايف دي شوية معلش حتى لو غزبا عنك عارف انت لو في شخص مغرور وبيتكلم معاك كده وفي ابتسامة والله يبتهدي وأظن إحنا تعرضنا للمواقف دي كتير قبل كده لو أنا حتى متحامل على الشخص اللي قدامي اللي ابتسامة دي بتحسسني قد إيه إن أنا مأفور وقد إيه إن أنا يعني عمال بهري في نفسي وقد إيه إن أنا مش متماسك وقد إيه إن أنا ضعيف واللي قدامي عنده ثقة في نفسه اللي ابتسامة وإنت بتسمعه حتى من حين لآخر اللي ابتسامة وإنت حتى بتتكلم معاه وبتتناقش معاه بلاش تيجي ضرب 11 كده وتيجي عامل وش عابس كده وإنتو الاتنين تصطدموا ببعض خليك إنت الأزكى لازم يكون فيه واحد عائل في العلاقة لازم يكون فيه واحد زكي في العلاقة إذا كان عايز إن هو ينجح بالعلاقة الخطوة اللي بعد كده محاولة فهم الأسباب يعني أنت عملت معاه بقى الخطوات دي كلها وما فيش نتيجة لحد دلوقت افهم منه الأسباب وكشب بقى أوراقك مرة واحدة أنا بحبك وعايز أكمل معاك وحاولت كتير معاك بس إنت ليه كده إنت ليه بتعاند وليه مغرور علي واسمع منه برضو بالنظام اللي احنا قلنا عليه بالابتسامة بالهدوء بالكلام ده شوف وجهة نظره طي أنا عملت كده وإحنا دخلين بقى عجاد ده كل اللي فات ده حاجة والخطوات اللي جاية بعد كده هي دي الخلاصة وهي دي الزبت زي ما احنا بنقول هي دي السلاح القاتل كده أنا عملت اللي علي وممكن ده يجيب نتيجة الشخص ده مفيش فايدة بل بالعكس أنا حسيت إنه بدأ يتغر أكتر ممكن تجي بنتاج عكسية أنا حسيت إنه مفيش فايدة اللي عندي بيزيد والغرور بيزيد وأنا تعبت واتكلمت معاه بهدوء مفيش فايدة ابتعد فترة يبقى ده اسمه التهديد بالرحيل تبتعد فترة لازم تختفي بقى يا إما تتقبل على كده وتعيش طول عمرك هو مغرور وعنيت عليك اللي يتقبل كده خلاص مش هينفعه بقى وما يكملش معنا بقيد الحلقة انت خلاص هوت بقى عشان مأس في بعض الناس لما تبعد تقول أنا استعجلت أنا تصرعت طب كنت تصبر شوية أنا بقولك لو أنت عملت الخطوات دي وجيت بعدت أنت كده عملت كده ما تصرعتش إطلاقا كده أنت يعني اتصرفت صح جدا 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 فوق ما أنت تتخيل يبقى التهديد بالرحيل ثم تنفيذ الرحيل التهديد بالرحيل أو مسومة الحبيب زي ما احنا بنقول الخطوة قبل الأخيرة مسومة الحبيب لو أنت مش هتتغير لو أنت مش باقي علي لو أنت ما انتش عايزني حط نفسك مكاني ما فيش حد ما فيش حد يقدر أنه يتقبل أن يعيش مع شخص مغرور عليه وشايف نفسه عليه باستمرار أنا هبعد ممكن الحبيب المغرور تاخده العنجاية ويقول ده بتاع كلام ده آخر كلام نفس ابتعد الخطوة الأخيرة لو هو عايزك بجد وحط في بالك وحط في ذهنك أن دي قعدة لا يمكن أن هي تغيب عنك أبدا إن ما كانش اللي أنت بتحبه أو اللي أنت عايزه متمسك بيك بنفس المقدار فأكثر لا يستحق خلي بالكم الشخص اللي أنا بحبه ده إن ما كانش متمسك بي بنفس المقدار فأكثر يبقى لا يستحق إن نحن نكون موجودين في علاقة واحدة إن أنا أقول عليه إن هو شريك حياتي طب إيه اللي يحصل لو انت بقى بتعدت وده الخطوة الأخيرة المفروض والإنسان اللي هو اللي معروف لنا إيه اللي يحصل له ده لو بيحبك ده لو صادق معاك ده لو جات معاك ده لو باقي عليك يبدأ يحس إن في فراغ إن في شخص كان بيستحمله في أسوأ حالاته ألا وهي الغرور والعند والعصبية في عز ما كان هو متعصب وعنيد ومغرور كان بيقابل ده بابتسامة في جمال أكتر من كده كان بيسمع له لحد ما يخلص كان بيقدره بيجيب له هدايا وبيشكره تخيلوا الشخص المغرور أو العنيد دائما في حاجة لمن يفعل معه تلك الأشياء لو جبت له الدنيا كلها وغاب عنه وجود أشخاص في حياته أو شخص في حياته يعمله كده ما يبقاش مبسوط أصل الغرور ده مرض ولازم تتعامل معه فهنا يبدأ يحس بالفراغ وبالوحش من غيرك ويحس بإمتك وهو ده المطلوب هنا بقى الشخص يحس بإمتك أنت اللي كنت مرتبط معه أنت كده تفوقت على أي حد تقريبا لأن الخطوات اللي احنا قلناها في أول الحلقة مش أي حد يقدر أنه يعملها فلما أنت تعملها أنت كده بقيت إنسان ما أنت عادي اللي يعمل ده وهو بيتعامل مع شخص مغرور أو عنيد ويقدر أنه يعمل كده ده معلان الشخص ده قوي جدا جدا ومتحكم في نفسه جدا وفيه حاجة مميزة جدا هتلاقي الواحد المفروض هو اللي عايز يرجع هو منه بجد إن إنت ممكن تنفذ التهديد ده لو ما تغير شي فيحصل من أنواع الاستفاقة فوقنا ده المفروض المفروض هنا بيبدأ إنه هو يفوق طيب ما فقش به هو زي ما احنا بنقول مش باقي عليك واللي مش باقي عليك من السزاجة والغباء عزرا إن إنت تبقى عليه اللي مش شايفك إن أنت تستحقه ما ينفعش إن أنت تشوفه إنه يستحقك ده سهلة يعني وبسيطة ومعروفة وألف بي عزة نفس وكرامة الحب يعني كان في مقولة للشاعر أنا بحب يقولك الحب يعني اتنين بيده اتنين بيده زي ما بتديني بديك بتديني احترام بديك بتديني حب بديك بتديني تقدير احتواء حنية لازم وإلا وإلا ما ينفعش إن احنا نقول عليه إن هو حو أي حد شايف إن الطرف اللي مرتبط به مغرور أو عنيد عليه أو معاه يمشي بالخطوات دي ويشوف النتيجة النتيجة حاجة من الاتنين يا إما هيتغير تدريجيا واستحمل وطول بالك ناعد الموضوع مع واسه يا إما هيتنش ويكبر ويقول لك أنا كده واللي عجبه عجبه واللي مش عجبه على كده عجبه ودي دقني أهي أهي كبرة هيت اللي أحد يستحمل بالنظام ده فعاجلا أم أجلا ودي اللي أنا عايز أقوله في النهاية هيفو وهيعرف إن أنت كنت جوهرة وضعت منه ويقتلوا الندم عليك طول ما هو عايش لأنه عمره ما هيلاقي حد بعدك ده لو أنت رحلته في أسوأ الأحوال هو عشان بقولك ما تزعلش نفسك في أسوأ الأحوال إذا أنت رحلت مهما قابل بعدك هيبقى عارف إن أنت الوحيد اللي قدرت إن أنت تعمل معاك وما فيش حل تاني غير كده وأسباب الغرور إحنا كده يعتبر برضو عشان كده يعتبر الحلقة خلصت اللي أنا هقوله ده مكملات برضو هندرتش مع بعض بس أنا هتكلم في أسباب الغرور أسباب الغرور السببين إما شخص كده شايف نفسه إنه هو أفضل من الجميع وده اللي إحنا بنقول عليه في علم النفس مريض بالغرور ده شخص يعتبر مريض بالغرور أو هو أنت اللي خليته مغرور عليك يعني بالراحة كده بقى عشان نفهم في شخص مغرور عليك وعالدنيا كلها ده المريض بالغرور هو مغرور على أي حد صحابه أهله أصدقاه إنت وفي شخص تاني مش مغرور على حد غير عليك أنت طب إيه الأسباب بقى دي حاجة معلومة إضافية الأسباب هتلاقيها محصورة في عدة أسباب برضو علم النفس بيحدتها ومش هنخرج عنها أول حاجة اتدلقى وده السبب الأشهر هو شخص عادي جدا جدا بس أنت اندلقت عليه بس أنت جبت كل اللي عندك وندي بحذر دايما منها اندلقت طبيعي طبيعي اتدلقت سوي غرور في الطرف الآخر مش فيه حاجة اسمها لكل فعل رد فعل هو كده رد فعل اتدلقى ما بين المرتبطين أو الحبيب هي الغرور تاني حاجة طيبة بزيادة يعني السبب التاني تالت حاجة التفويت أن يغلط في حقك وتعدي أن يغلط في حقك ويتسامح وهو لأ فيبقى نتيجة الكل ده أصبح مغرور عليك انت بس انت بس يبقى هما دول النوعين اللي ملومش تالت في الغرور أو العين والاتنين علاجهم واحد الخطوات اللي احنا قلناها في حلقة النهار مش هطول عليكم أكتر من كده لو حد بقى عنده سؤال اقولولي رأيكم في الحالة لأنكم عارفين أننا رأيكم بيهمينها ودسوا لك يا جماعة رجال لو شايفينها مفيدة شاروا على قد ما تقدروا توصل لبقية أصدقائنا واللي عنده أي سؤال أنا تحت أمره اللي فهم الحلقة واللي شافها مفيدة يقول لي واللي شافها فيها حاجات مش واضحة يقول لي أنا معاكم غلط الاندلاء على الطرف التاني طول عمري بقول أنا طول عمري بقول في حلقاتي بلاش لاهتمام حاجة ودلق حاجة ووضحت هننزلها على اليوتيوب كالعادة بس مش كل الحلقات بقى على انستجرام هننزلها على اليوتيوب أنا بعمل كده استجابة لكم ولكن هننزل الحلقة دي مدام فيه عدد كبير عايزة إن شاء الله هننزلها تحية من العراق أهلا بك حلقة أكثر من روعة أشكري يبقى أنا شايف كده أن معظم الناس أو كل أصدقائنا بيشكروا في الحلقة والحمد لله أن هي قدرت أن أنا بصل أن أنا عايز أن أنا أولو ما رحدش الحلقة ولا حاجة ترجع من الأول تجيبها الحلقة دي يا جماعة للطرف في الرجل أو امرأة عمتا كبير أو صغير أي حاجة مفيدة جدا بس السؤال اللي شايف نفسه دايما الصح ما هو نفس الخطوات بقى ما هو اللي شايف نفسه صح المغرور العنيت كل ده معظمها كده أوجه لعملة واحدة ما عندناش اختلاف هي كلها أوجه لعملة واحدة كلها هتمشي معاها العلاج أو الخطوات ده العلاج ده بيدوي جميع الأنواع دي هم أخوات المريض النفسي والمغرور اللي هو شايف نفسه صح كل دول أخوات فما فيش فرق بينهم فالتعامل معاهم والعلاج معاهم واحد في كلام بلعبك قوي وكتب كبير يا قوي أنا اختصرتها في حلقة النهاردة وحاولت أن أنا وصلها بأبسط ما يكون عشان يعني أكبر قدر يقدر أنه ينفسه على قد ما يقدر مع الطرف اللي هو مرتبط بيه صحيح دكتور اللي تخليه المغرور يغرأ طبعا اللي تحبه بزيادة يتغرأ عليك معروفة تأخرت على الليف معلش ما الحواء لا تحزف الليف إن شاء الله مش هنعزفه وهننزله على الانستجرام وعا الفيسبوك كما تلاهوش أنا يعني ماشي بقراءكم وتوجهاتكم زي ما أنتم عايزين طب يا جماعة اللي عنده سؤال جوا الحلقة برا الحلقة ناخد خمس دقائق كده كالعادة في كل الليف أجاوب عليكم بس نكتب بسرعة رجاء عشان عايز أن أنا أجاوب على أكبر قدر من أصدقائي وحبيبي اللي موجودين معايا على الليف واللي ما اشتركش يا جماعة اشترك الحساب بسيط اعمل الحساب وانضمننا أنا بقول تقريبا بشكل يوم على الانستجرام هنعمل لايفات مع الأسف أنا مغرورة وماشي حالي هما بيقولولي مفتخر أن أنت مغرورة أجل السرطان وأنسة الحوت علاقة كويسة جدا جدا ممتازة العلاقة دي لشو دايما مستعجل مش لدق مش لشو دايما مستعجل مش هلتطول عليكم لأن الحلقة هتنزل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كيف هلتطولة جوزي جوزاء وأنا عزراء مش هلتطافق صعب قوي وأنا قلت دايما الجوزاء والعزراء دول طافقات صعبة جدا أي إن كانت الأطراف الجوزاء بيشوف العزراء ممل والعزراء بيشوف الجوزاء مجنون من وجهة نظر كل واحد ولا يسأل عنها يعني غيرهم بعدت فوق إذي كيف التعامل مع رجل الجدي وأنا برج الطور عنده عصبيا أنتوا الاتنين عندكم حتة العنجهية دي زيادة عن اللزوم لازم تخلوا بالكم منها وعدم تنازل وبتخصموا بعض فترات طويلة رجل الجدي وامرأة الجدي فيه توافق بس لازم المرأة الحديدية هنا يعني إيه تلم تلين الأمور شوية تلم الأمور شوية عشان العلاقة دي تمشي إذا كانت هي عايزة تمشي كيف يفيد التعامل مع رجل السرطان لما يعاند ويبعد في سيبي شوية سيب رجل السرطان شوية لأنه بيحتاج وقت على ما يعمل عملية استشفاء وفيه أبراج معينة حتى لو هي اللي غلطانة مدام ابتعدت ما تروحش تصالحها بعد يوم ولا اتنين ولا تلاتة لازم تسيبها فترة وإلا كده بتعق إن شاء الله نعمل حلقة دي لو عجبتكم يعني بالترتيب كده الأبراج اللي عايزة لما يحصل بينكم وبين بعض زعل تسيبها فترة الله عليك أبدع تسلميلي أنا بلم الأمور تسلميلي يا هند ربنا نخليك بس هو بارد جنني طيب أنت برجي هو برج أستاذ من فضلك الرجل للنرجس المنحارب ما هو كل ده بقى يعني أوجه العملة واحدة النرجس المغرور إلى عنيد اللي شايف نفسه صحي كل ده ينطبق عليه اللي احنا قلناه في الحلقة ونفس العلاج واحد سلام أستاذ محمد أهلا بيك دودو انت بعت رسالة كبيرة أو مشالحة أن أنا أقرأها شكرا أحب فيديوهاتك تسلميلي ربنا يخليك الحلقة جميلة أوي ربنا يخليك تسلميلي التعامل معي إزاي في مشاكل كبيرة مع مين رجل حمل مرأة سرطان النسبة 50% رجل الحمل بيخض أنسى السرطان لو أنا أريد صح بيفزع رومانسية أوي حساسة أوي وحالمة وهدية ورئيئة وبسكوتة وهو حلوف شوي وأنا رجل حمل يعني فمشكلته في كده بيفزعها بيخضها بيخليها كده لازم رجل الحمل وهو بيشوفها نكادية من وجهة نظر وبتكبر الأمور وهي بتشوفه ما بيقدر شاوي فيخلي بقى لهم بقى من الحتة دي وبالذات الحملاء واللي زي احنا ما بنسطرش دايما في التوافقات ومواضيع معينة كده فأنا بنصحك أو بنصحك أنه تخليه شوف اللايف ده ممكن يطلع منه بحاجة برج الطور لا يتكلم عن مشاعره آه بخيل في مشاعره رجل برج الطور والجوزاء بتحب تسمع نقطة ضعف الجوزائية ودنها سمعها تكلها غير كده طيب شو بالنسبة لبرج الصعد برج الصعد أنا قلت أن أعمل حلقة بس أنا ما بشوفش أن في حد كتير يعني مهتم بالموضوع وبشوف أن في حلقات تانية بتانية لإهتمامكم فبضطر أن أنا أسبق بها يعني بسأل فل على الجميع وعليك ما بتكراش بسأل والله أبدا أنا يعني بقرة اللي بيجي قدامي ممكن وأنا بجاوب تكون بتبعاتي دودو بتقول الرجل الجدي بيحسسني بإهماله أنا ولا في باله حوتية وما أدنيش نفسه أكمل ما إحنا للسائل الخطوات اللي فعلت النهاردة اعمليها معاه وشوف النتيجة في النهاية الدلوية مع الجدي توافق صعب جدا جدا وهم الاتنين تعبين بقى يعني الدلوية عايزة مساحة وساعات بتطنش واجتماعية هاوي أكتر منه ورجل الجدي عنده حب امتلاك وبيدق في أدق أدق التفاصيل ودي بتزعجها وتوافق صعب التوافق صعب وليس مستحيل محتاجي أن احنا نتفهم طباع بعض أكتر لماذا القوس لا يترك السرطان ما فهمتش جاوبني على حبيبتي الجدي حبيبتي الجدي بارد وإحنا الحوتيات عطفية ده واحدة وتردها لوحدة لماذا ماشي عد جماعة عنده أسئلة تانية علشان أنا شايف الأسئلة فيه أسئلة متكررة ما بحبش أرد على الأسئلة متكررة لونة بتقول عقربة وعزرا في توافق عالي بين الاتنين وبيعجبهم تقل وغموض وزكاء بعض ودي حاجة جميلة على فكرة برج الطور يتحدث عن أخرين بس لما تيجي للجوزاء السكوت التام ما فهمتش يعني له هو قليل الكلام مع الجميع وليس فقط مع الجوزاء للعلم برضو عشان ندي كل حاجة حقها توافق أبو السحاب إيه أبو السحاب دي آه أبو الرواقان بقى اللي هو الدلو مع أونسة الطور صعبة جدا وأنا قلت في اللايب بتاعم بارع الدلو مع الطرو الجدي والحط والسرطان اللي أربعة دول ما فيش عمر قوي بينهم ومش بعقاتكم بس بفوقكم النصيحة بتفوق في بعض الأحيان طب كيف التعامل مع المغرور بوسائل التواصل نفس الخطوات ويعني وسائل التواصل مش بنتكلم مش بنشوف بعض خلاص ما هي يعتبر وحدة إيه الفرق يعني أنسة حوته رجل قوس صعبة بس هي هتيجي على نفسها شوية هتحتوي وهي بتعرف تعمل كده وعلى فكرة إذا قلنا مين أكتر أنسة ناجحة في التوافق تتفوق على كل الإناس مع كل رجال الأبراك هتيجي لحوتها رقم واحد عندها قدرة على الاحتواء غريبة وتستحق الإشهادة أنا هكتفي بالقدر ده عشان ما طاولش عليكم وقولولي في التعليقات لو عايزين الحلقة في اللايف تبقى أطول من كده قولولي بس أنا شايف أنها هتبقى رخمة وهتبقى ممل أنا والله ما عندش مشكلة أقعد معكم ساعة كمان بس أنا بحب أن أنا عارف أنه وقتكم غالي ومش عايز أن أنا أطول عليكم بشكركم جدا وإن شاء الله إن شاء الله بكرة هنعمل لايف تاني وموضوع مهم تاني بيهمكم وعلى قد ما تقدروا بقول لكم حاولوا أن تقول لي أخ لي صاحب لي قريب أنه هو يخليه أشترك اللايف لما بنكون مجموعة كبيرة عارفين بعض بيكون أمتع وأفيد وأفضل ويلا بقى إلى اللقاء موسيقى